لما بالنقش الأمهات في دوة تجد رب الأم إن أنا نفسي بتأثر بنصوص الوعيد أكتر من نصوص الرجاء تجد الأم هي نفسها أصلا ده ليه عن عدم النطق ده آه يعني يا مسألة عدم التوازن هو أنت أصلا بتصلي ليه هتقول لي عشان القبر هتجد دي في طفولتها تعرضت للعقاب الشديد والعنف الشديد وده اللي بقى يعني شكل شخصيتها إن العقاب هو اللي بيجي معايا ولي زالت فيه ناس بتضمن الوعز اللي يجلد الزي التبكيتي ده التبكيتي هو اللي بيثبطني إنت شخصيا لازم تبقى متوازن في سماعك في تلقيك إن إنت حطتلي المشكلة هو أنا فعلا عندي المشكلة دي إيه الحل ولا إنت حتقفلها لي وتمشي إنت عملتش حاجة كده مخبال حضاك لأ ما هو ما كده خلك تضرب نفسك جامد وبتاعه وهو أجدال مخصوب سعادت بيمرز بسرعة جامعية يعني تجد تجمع وكل واحد يقول إحنا وحشين إحنا فشلين إحنا مش نفعين وتجد بعد ده شعور بالراحة يعني لأ ما كش حاجة أعمل أصد أحمد ده سلوك مرضي يعني بغي أن يقاوم مقاومة جديدة جدا الكلام ده كلام مرضي جدا وينبغي أن يقاوم مقاومة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقل أحدكم خبثت نفسي ما تقولش كده الأمر ده بيقادي إلى إحاءات سلبية كتيرة ويقادي إلى تشوي الصورة الذاتية والكلام ده حتى بيتكلموه في العلاج السلوكي الجدري في مسألة الحديث الذاتي وإن الحديث الذات ده في حقيقة بيشكل استقبال الإنسان للحياة حتى في رواية الصحابة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا روا يعني إساءة لا تنسب للذات أبدا فيقول مثلا إيه فكان آخر وما يقول هو على ملة عبد المطالب نعم عشان لا يقول أنا على ملة عبد المطالب لا يقول ذلك هذا لفظ مستبشع لفظ مستنكر لماذا أقول عن نفسي ذلك حتى وإن كان على سبيل الحكي حتى أسمع على سبيل الحكي الخير الزائق النفسية عكت بعيد زي الزائق النفسية وذلك النبي صلى 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 الله عليه وسلم من هذا الباب يعني طبعا كان بعيد شوية إن هو لا يسمى أحدكم رباحا ولا فلاحا ولا نجاحا وخيبها لك بحيث أن أنت ما تروح تلتسأل عليه نجاح موجود لا مفيش نجاح رباح موجود لا مفيش رباح مفيش فلاح أنت تتالف وشي كده ما فيش النهاردة اليوم تأثل وخيبها لعضاك اللي هو استقبال الايه استقبال الشخص وخيبها لعضاك ولذلك كان يحب الفقلة الحسن صلى الله عليه وسلم يحب الفقلة الطيب صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت قال الطيرته طيرته شرك أو التشاؤم وقال سبحان الله عبادة الله إن منكم منفرين الأصل إن أنت بتحبب الناس فيها الأصل إن الخوف والرجاء وسيلتان حتى لو دعني أنا كمربي فأنا محتاج أصلح ده جوي محتاج أتزوق نصوص الرجاء حديث الحب والقرب والصولات عشان كده أنا بقول إن كثير من الأباء غيمة وبجين محيط وده بينعكس حال الأولاد بيبقى فيه قدر من اضطراب العلاقة مع الله طبارة تعالى وده بيبقى واضح جدا في استقبالهم للأحداث استقبالهم يعني كان لسه عندي بنت عندها اضطراب بسبب إن أمها من بعد فقد أبوها الأم مضطربة جدا ومهتزة جدا فبنسمى البنت انتقل إليها هذه الحالة لا انتقل إليها أفكار الحالية لماذا الموت أصلا؟ لماذا هناك ألم في الحياة؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ هو الأسئلة دي أنت واحدة عندك فوق العشرين سنة الأسئلة دي مفروض تسأل بدري وتتجوم بدري لا أسئلة مفروض الوجودية لأن الطفل الصغير بيسألها بس الكلام ده إيه؟ مكانش محور اهتمام الأسرة أصلا محور طبعا الأسرة الزكري محور طبعا الأسرة اللي انت تخلص اللي عليك الواجب التمرين طب والأسئلة دي الأسئلة الوجودية الكبرى دي يعني دي صورة أخرى من صور الإساءات الروحية من صور الإهمال اللي هو إساءة في الحقيقة وفي نفس الوقت هي صورة من صور عدم النضج عند الوالدين فانعكس على ده إن الوالد يقولك مش عارف أجاوه مش عارف أقوله إيه؟ فيعمل إيه؟ إخرس يا ولد متتكلمش كده متقولش كده متعملش كده متعملش كده طب وبعدين طبعا كل الكلام ده بيئيه؟ هو أنت بتكبته حينفجر فيهم العيام مخبرة الحضاء حينفجر كمان حين يتألم هو ولا يجده إجابة مخبرة الحضاءات؟ برضو من صور يبقى دي صور من صور الإساءات اللي هي الكبت أو الإهمال أو عدم إجابة الأسئلة إنه هو شخصيا مش ناضج فمن ثم بينعكس ده على ابنه ربط المعصية أو ربط السلوك عمتا أو الاستقامة أو الدين بالشكل العقابي فقط والخوف من النار فقط دون فهم النظرة متوازنة بين الحب والخوف والرجاء في علاقة الولد بالولد أو بناء علاقة الولد بالله تبارك وتعالي